رحلة بحث مضنية عن أدوية فقدت من رفوف الصيدليات يعيشها آلاف التونسيين بالفعل منذ سنوات بعضهم فقدوا أقارب لهم بسبب عدم توفر الدواء خاصة للأمراض المزمنة كمرض السرطانة مشكلة عويسة تولي في البلاد كما أنا بشدخ الفرماسي بش نأخذ دواء الخوية ريقد في الكلينيك أصبر نلقى ولا ما نلقاش عندي أخوية توفى بالكانسير عندي بنت أخوية توفيت بالكانسير وما نلقاوا الدواء إلا ما نتعب ونتعب 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 وشنو بشنو عم نصبروا فيها ثم أدويات مش موجودة ثم أدويات الساعة أدويات الغالية متعى التنسيون ونتعى برشة حاجات مش موجودة حبل أخيخة مش موجودة أزمة نقص الأدوية تعمقت بعد قرار موزعي الجملة التوقف عن العمل احتجاجا على قرار حكومي يفرض عليهم دفع أقصات من الضريبة السنوية مقدما الإذراب دفع هيئة الصيادلة إلى التحذير من احتمال عجز الصيدليات عن توفير الدواء بعد نفادي مخزونها توفامة واحد تجي تطلب منه تسبق على الأداء يفوق الربح متاعه ما ينجمش يواصل لعمل فمثنين نتفاهم والمطلب متاعه ونسا ندوهم توصل تزود المصيدلات الخاصة حتى بصيفة أربعة أو خمسة مرات في اليوم هذه حلقة توصل مهمة للغاية وكسر الحلقة هذه أو ضربها أو إضعافها يضعف بصيفة كبيرة بل يقضي على توصيل والحصول على المرضى التونسيين لعلاج متاحهم في أفضل الظروف توجد في تونس 77 شركة صيدلية مختصة في توزيع الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية التابعة للدولة وتلك التي ينتجها مصنع الأدوية المحليون وقد تعهدت الحكومة بإعفاء مؤسسات توزيع الأدوية من السداد المقدم لدفعات من الضريبة السنوية انطلاقا من بداية العام القادم لكن الغرفة النقبية لموزع الأدوية تصر على مراجعة الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام الحالي قد تعجز الصيدليات على توفير الدواء للمرضى في قادم الأيام احتمال أصبح واردا بعد إضراب موزعي الأدوية وهو ما يعمق أزمة الدواء التي تعيشها تونس منذ أعوام لأسباب مختلفة توفيق عيشة الحرة تونس